هو بحسب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أهم تشريع مناهض للعنف المسلح منذ ما يقرب من ثلاثين عاما ويتعلق الأمر بمشروع القانون الذي كشف عنه الكونغريس الأمريكي أمس والقاضي بتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية في أمريكا النص التشريعي الذي تم إعداده من الحزبين الديمقراطي والجمهورية يهدف إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وتعزيز عمليات التحقق من السجلين النفسي والجنائي لمقتنية الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عاما وواحد وعشرين عاما بالإضافة إلى مراقبة أفضل للبيع غير المشروع للأسلحة هذه التعديلات التشريعية وإن كانت بمثابة خطوة إصلاحية غير مسبوقة في أمريكا إلا أنها لا تلبي بحسب المراقبين الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن ومطالب فئة عريضة من المجتمع الأمريكي يعتبر هذا النص ثمرة مبادرة برلمانية أطلقت عقب مجزرة أوفالدي التي راح ضحيتها واحد وعشرين شخصا من بينهم تسعة عشر طفلا في مدرسة ابتدائية في تكساس أواخر الشهر ماي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر